إن كثرة دعاء الداعين إذا تجرد عن هذا المعنى لم يكن شيئا وهذه قضية قد تخفى على الناس يقولون نحن ندعو الله ولا نرى إجابة وقد تساءل اثنان من كبار طلاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه القضية فقال الربيع لعلقمة وفي مقام مساءلة ومناقشة يقول ما أكثر ما يسأل الناس وما أقل إجابتهم يعني كثير يسأل الناس الله عز وجل ولا يرون لذلك إجابة فقال إن الله لا يقبل من الدعاء إلا النخالة يعني الخالصة والنخالة من الدعاء هو ما كان لله خالص ولذلك ذكر أحدهما للآخر قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يسمع الله دعاء دعاء من مسمع ولا من مراء ولا من لائب إلا دعاء يثبت من القلب إلا دعاء داع يثبت من قلبه أي يصدر من قلبه في رجاء ربه لا يرتفت إلى سواه ولا يتعلق بغيره فعند ذلك يكمل للعبد الإخلاص لله إذن كيف نحقق الإخلاص لله في دعائنا أن يكون قلبنا معلقا بالله فلا نسأل سواه ولا نرجو الخير إلا منه فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده فإن قضاء الحوائج وبلوغ المطالب والنجاة من المهالك هو بتعليق القلب به فالله ينجي أولياءه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون